اعلنت تلهيئة المستقلة للانتخاب عن استقبال مائة واربعة عشر طلبا للترشح ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة في اليوم الاول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التي ستستمر مدة ثلاثة ايام واوضحت المستقلة للانتخاب عدد القوائم الحزبية في الدائرة العامة التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ ستة قوائم ضمت مائة وثلاثة واربعين مترشحة ومترشحا كما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية مائة وثماني قوائم ضمت خمسمائة وستة وسبعين مترشحة ومترشحا في ثماني عشرة دائرة انتخابية في المملكة تستقبل الهيئة طلبات الترشح للدائرة المحلية في مقرات لجان الانتخاب المنتشرة والمعلنة على موقعها الالكتروني بينما يتم استقبال طلبات الترشح للأحزاب لدى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب ويبدأ مجلس مفوضي هيئة المستقلة للانتخاب بدراسة طلبات الترشح في اليوم التالي من تاريخ استقبال الطلب